بالنسبة ليه السؤال الثالث اللي معانا النهار ده هل صيام الفريضة يكون صحيحا إذا نمت وصحيت لقيت المغرب على وشك الأزان؟ المقرر شرع إن الصول هو إمساكن عن المفطرات منذ دخول وقت الفجر الصادق وحتى غروب الشمس ودخول وقت صلاة المغرب يبقى ده تعريف إيه؟ الصيام فإذا تحقق إن امتنعت عن جميع المفطرات بهذه الصورة مدة هذا الوقت المحدد فالصوم صحيح شرع ولا يطالب المكلف بإعادة هذا اليوم حتى لو استغرق اليوم كله في النوم لكن هذه الصورة مش هي أو ليست هي الهيئة الكاملة اللي ينبغي أن يكون عليها الصائب حتى يؤتى ذلك الصائم ثمرة الصيام ربنا ربط ثمرة الصيام بالتقوى لأن كل عبادة لها ثمرة فأنا عشان أصل إلى حال التقوى ما أنا بمر بقى في اليوم بأمور كتيرة جداً بتعرض للشجار بتعرض لحد يضغط علي بتعرض لإيه أنا؟ بتعرض إني أجوع بتعرض إني بتعرض لحاجات كتير وأنا أقاومها حفاظاً على صيام أما وإني نمت فتني الأجر على الصبر على كل ما مررت عشان أنا عايز أوصل لثمرة التقوى ودي بتيجي بتدر بذلك الصائم خلال وقت صومه لأنه أنت بتمتنع في الأصل عن أشياء هي حلال فما بالنا بالمحرمات الطعام حلال أشياء هو حلال إذا كانت فيه لزوجة فبالتالي دي أمور في أصلها حلالاً طيبة إنت أمرت إنك تمتنع عنه إبقى أنت بتم تدريبك إبقى أنا حيفتني ثمرة التقوى التي دلت عليها الآية الكريمة هذا فضلاً عما يقع من ذلك الصائم النائم أغلب يوم الصيام من تقصير يخشى عليه من الإسم بسبب بسبب إزاي تأخير الصلوات عن وقتها وبناء على ما بيناه فإن الإنسان إذا نام معظم اليوم بتاعه في صيام الفريض واستيقظ على وشك أذان المغرب صومه صحيح لكن ليست هذه هي الهيئة والصورة المطلوبة التي ينبغي على الصائمين أن يكون عليها وربنا يرزقنا التوفيق الدائم الحي الباقي نحن وأنتم